تعالوا بنا يا شباب نشوف ازاي قدرت اعمل السيرفر على ديجيتال او سين لمدك ستين يوم بمئتين دولار مجانا وقدرت ان انا اسطب ويندوز عشرة عليه وعليه سرعة انترنت رهيبة وقدرت ان انا اشغل عليه اليوتيوب هتبدأ ان انت تشوف في الشرح كل خطوة ان شاء الله سيرفر هيكون كويس معك بدون اي مشاكل بدون اي تهنيج رمات 8 جيجا ويبروسيسور 4 ويوتيوب بدون تقطيع وصرعة انترنت رهيبة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعضاء ومتابعين قناة مستر بيكا للمعلوميات اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلمك ازاي ننشئ حساب على موقع ديجيتال او سين ونفصل على ميتين دولار لمدة ستين يوم مجانا تقدر ان انت تعمل بي بي اس زي ما انت عايز بالامكانات اللي انت حاببها وهنتعلم ازاي ننزل ويندوز عشرة على البي بي اس تابعوا معايا الشرح ونبدأ على باركة الله اول حاجة هنعملها شباب ان احنا هنبدأ نخش على الرابط ده عادي كده هنبدأ نعمل تسجيل بقول عن طريق حساب الجيميل بتاعنا تمام كده شباب زي ما انت شايفين في الصفحة من فوق بيقول لي مجانا تكمل تسجيل الحساب وحصل على الرصيد بكيمة ميخين دولار لاستخدامه لمدة ستين يوم هنبدأ ان احنا نقدم تقديم على الحساب فهنا بيقول لك ما لازي تريد التخطيط للبناء عليه هنكتب اي حاجة وليكن بس الزكاية الاصطناعي والتعليم الالي وهنا ما هو دورك هنبدأ نكتب مثلا شركة برموريات اه نافق الشهري هنبدأ ناختار مثلا من سفر لخمسين دولار او من خمسين لفمسمائة دولار مكش مشكلة وعدل الموظفين هيكون من اتنين لتسعة وبعد كده بيقول لك كيف تفضل بدارة الموارد السحابية هنبدأ نختار وحدة التحكم السحابية وبعد كده ندوس على تالي هيبدأ هنا اه عايز اتحقق من معلومات الدفع بتاعتنا فيه هنا عن طريق بطاقة الاقتمان وعن طريق طيب لو رابطنا عن طريق لازم يعمل خصم ليه الرسوم بيكون مبلغ صغير بيبدأ من خمسة دولار عشان تبدأ بعد كده تاخد حساب مجاني لكن احنا هنعمل على اضافة بطاقة الاقتمان وان شاء الله مش هيسحب منها اي حاجة في الخانة دولة هنبدأ نكتب رقم بطاقة الاقتمان بتاعتنا وتاريخ الانتهاء وبعد كده اسم حامل البطاقة والدولة والعنوان بتاع الشارع تمام كده شباب زي ما انت شايفين كده خلاص اشتغل معايا بيولي كده انت معك رصيد لقيمة مئتين دولار لمدة ستين يوم مجانا كده احنا الحمد لله انشأنا حساب مجاني على موقع ديجيتال قوسي انه قدين نقص على مئتين دولار نقدر نعمل يوم اي مي بي اس احنا عايزينه لمدة ستين يوم مجالة في الخطوة التانية ان شاء الله هنبدأ نعمل سيرفر المي بي اس تابعه معايا بعد كده شباب هنبدأ نخش على نشر جهاز افتراضي هيبدأ يدخلني على الصفحة دي اول حاجة هنا عندي اللي هو المنطقة اللي انا هشتغل عليها اللي هيكون انا شغال عليه عندك هنا نيويورك ويسن وابورا ولندن ويه كذا دولة هتقطار بالدولة اللي انت عايزها وبعد كده شباب هنبدأ ننزل ليه الاسفل بالشكل ده هنخليني زي ما احنا على نظام الابونيتي بس احنا ان شاء الله هيكون الشغل بتاعنا على ويندوز عشرة هنتعلم ازاي ننازل ويندوز عشرة على البي بي اس ده او الاردي بي عشان نسطب عليه اي برنامج احنا عايزينه هتابعوا الخطوات اللي هشرح لكم به الزبط واعتقدوا افضل النتائج ان شاء الله هنخليني زي ما احنا كده على الابونيتي ومش هنعمل اي حاجة هنبدأ ننزل ليه الاسفل وهنيجي عندي السي بيو انت ممكن تختار الام دي وممكن تختار الانتل انا عن نفسي وافضل السي بيو الانتل هبدأ اختار من هنا قدرة الجهاز اللي انا عايزها وليكن الاربعة وستين دولار في الشهف ده بيديك جهاز تمانية جيجا رام ويو ورسيسور اربعة وهارد دا سكن تين واربعين جيجا وستة تيرة بايت تمام سفير تمام كده شباب انا اخترت الخطة دي هنزل تحت كده ليه الاسفل هيطلب مني الباسورد مش شرط هنا اكتب باسورد معين انت ممكن تكتب اي ارقام وهقول لك ليه بعد كده ان احنا مش هنحتاجه فانا هكتب اي ارقام تمام كده شباب وهنزل بعد كده ليه الاسفل وبعد كده شباب هبدأ اكتب اسم السيرفر بتاعي شوف الاسم المفضل لك ايه عشان تبعارف السيرفر بتاعك وانا هكتب هنا واندوز عشرة تمانية جيجا وبعد كده شباب هبدأ ادوس على كريل حاليا هو كده بينشئ الارد بي بتاعي وهبدأ بعد كده ان شاء الله ان انا اسبت عليه واندوز عشرة انا اصد كده شباب انا انتهيت من تثبيت انخادم الافتراضي بتاعي هبدأ اخش عليه بالشكل له وبعد كده هنزل على كلمة وهبدأ اعمل ترن اوف من هنا هيقفل معايا بالشكل له بعد كده هنزل على بوت فروم ريكاوري ايزو وابدأ ان انا احدد عليها بالشكل كده شباب وبعد كده هرجع اعمل ترن اون بعد تشغيل السيرفر مرة اخرى هبدأ اخش على اكسيز وبعد كده هخش على هيقفل معايا الصفحة بيء الشكل له وهيحمل شوية هوامر هنتظر لحد ما ينتهي هيعرض معايا الصفحة دي هنا طالب مني ان انا اختار من واحد لستة هبدأ اكتب رقم ستة عشان افتح كل شلم هيبدأ يحاولني ليه الصفحة دي يا شباب طيب في رابط ان شاء الله سيقولك فيه الوصف بتاع الجوجل هتبدأ ان انت تخش عليه افتح معايا بالشكل ده هتبدأ تنسخ اللينك الاولاني وده هيكون خاص بويندوز عشرة حبيت تسطب ويندوز سيرفر الفين وتناشر او الفين وستاشر او الفين وتسعتاشر و الفين اتنين وعشرين وعندك تحت هنا ويندوز سيبن ممكن تنسخ الاكوال وتعمل الخطوات اللي انا اقول لك عليها انا حاليا هشتغل على ويندوز عشرة واليوزر نيم والباسورد بتوع سيرفر موجودين هنا هنحتاج لكم قدامي هبدأ اعمل كنترول سي وابدأ بعد كده اخش على الشاشة بتاعة الشل وادوس كليب كينين واعمل نسك تمام بعد الانتهاء من نسك الرابط هدوس على انتر هيبدأ يحمل معايا شباب بالشكل ده هنتظر لحد ما تحميل النسخة انتهي هو حاليا بيعمل ابلود للويندوز عشرة على السيرفر هنستنى التحميل ما ينتهي ونكمل اشعر تماما شباب وبعد ما انتهينا من تنصيب الويندوز هبدأ اقفل الصفحة دي وبعد كده هرجع لموقع وبعد كده هبدأ اخش على مرة اخرى واجي هنا اعمل بعد كده يا شباب هبدأ اخش على البوت هبدأ ان انا احدد عليها وبعد كده هبدأ اعمل ترن اون مرة اخرى بعد كده هبدأ اخش على اكسز وهنزل تحت عند اللانش ركوبري كونسول وهبدأ اشغل زي ما شايفين كده شباب هيبدأ يعمل اقلاع للويندوز بتاعي هيفتح معانا بيه الشكل ده هبدأ ادوس دوسة طويلة كلك شمال على الماوس وابحق واسحب للاعلى هيطلب مني الباسورد هبدأ اخش على الجوجل درايفر وابدأ انسخ الباسورد يا شباب هيكون بالشكل ده كده هعمل له كنترول سي وهاجي بعد كده ليه البي ان سي بتاعتي وبالماوس كده هيجي هنا وادوس على كنترول في وبعد كده هادوس على تنتر تمام كده شباب الويندوز اشتغل معايا هبدأ اول حاجة ان انا اضبط اعدادات الانترنت عشان السيرفر حاليا مفوش انترنت هيقبلك شوية مشاكل بسيطة كده هو ان في اتنين ماوس انت شغال بيهم الماوس الخارجي والماوس الداخلي وفي ماوس سابق ماوس هبدأ اجي في نص الشاشة كده وادوس كليك يمين هلاحظ الشاشة اللي طلعت معايا دي هقرق بالماوس برده حالس كده وادوس كليك شمال وارجع تاني للصفحة بتاعتي وانزل بالماوس على الاختيار الاخير هيبدأ يفتح معايا الصفحة دي هنزل بعد كده على السيمز وبعد كده هفتح على وبعد كده شباب هحدد على الكمبيوتر وعلى النيتورك وبعد كده هدوس على وابدأ بعد كده في الصفحة دي وبعد كده شباب هنزل على النيتورك وادوس كليك يمين وانزل على بورو بيرتز وبعد كده هفتح علشان جالدتور سيتنج وبعد كده هاختار ايزر نت انستانس زيرو وادوس كليك يمين وبعد كده انزل على بورو بيرتز وبعد كده هخش على انترنت بيرتوكول اربعة ايبدأ يفتح معي الصفحة دي هحدد على الاختيار ده وابدأ اكتب عنوان اللي في اسفل الصفحة ده عندي هنا هبدأ اكتبه في الخانة الاولى وبعد كده شباب هدوس على وانزل على هيكون زي ما هو كده مكتوب اتنين خمسة خمسة وبعد كده شباب هنزل على وابدأ اكتب ده وبعد كده شباب هنزل على خانة وابدأ اكتب بالشكل ده وبعد كده هدوس على انتر وبعد كده هنزل على اوكي وهقفل الصفحات اللي مفتوحة حاليا كده شباب خلاص انت ترجع معايا هدوس على كلمة واقفل الصفحات اللي مفتوحة وبعد كده هاجي اقف على وادوس وانزل على عشان افعل برنامج اخش على وفي الاخر يا شباب هلايا كلمة هتقول عليها وهاجي هنا عند كلمة اشيل علامة الصح اللي عليها بالشكل ده كده وبعد كده هدوس على بعد كده شباب هبدأ انسخ الاي بي ادرس اللي تحت ده وافتح برنامج ديسك توب واعمل لسك ليه وبعد كده هعمل هيطلب مني هرجع عليه وابدأ انسخ بالشكل ده وبعد كده هدوس على وبعد كده هعمل هيبدأ يطلب مني الباسورد هبنسخ الباسورد بالشكل ده وبعد كده هدوس على اوكي هيظر معي الصفحة دي هدوس على كلمة وبعد كده تمام كده شباب انا عبدأت الصعب كله والسيرفر شغال معي بالشكل ده زي ما قلنا رمات تمانية جيجا والبروسيسور اربعة هنبدأ نقفل الصفحة دي خلاص الجهاز تشغال معي بكل سلاسف لون اي مشاكل هبدأ خش على السيز بي سي هلاقي هنا ان انا عندي برتيشن السي بس وده مسحته اربعتاشر جيجا ونص هبدأ ان انا خش على السيز بي سي هدوس كليك يمين وانزل على المانج وبعد كده شغال هفش على الديسك منجمينت وابدأ هدوس على اختيار وبعد كده هقف على البرتيشن سي وادوس كليك يمين وبعد كده هدوس على وادوس على تمام كده هو عمل اندماج البرتيشنين مع بعض وبقى معايا مساحة السي زي ما انت شايفين كده امتين واربعين جيجا تماما شباب هرجع تاني لقايمة المانجمار اخرى وابدأ اخش على الوكال يوزر وبعد كده اخش على اليوزر عشان اعدل اليوزر نيم والباسورد اللي هما دول يا شباب وابدأ اعمل اليوزر نيم وباسورد خاصين بيا هبدأ ادوس هنا كده ادوس اكليك شمال وانتظر ثلاث ثواني وادوس ادوس اخرى كليك شمال وابدأ اكتب اسم اليوزر نيم اللي انا عايزوه وليكن انا هكتب وابدأ ادوس على اي مكان في الشاشة كده كليك شمال خلاص ابدأ بعد كده انزل على وادوس كليك يميل واعمل وادوس على وابدأ اكتب بتاعي وبعد كده شباب هدوس على وبعد كده هدوس على اوكي مرة اخرى خلاص كده شباب هبدأ ان انا اختبر اليوزر نيمو باسورد اللي انا عملتهم هبدأ اقفل وارجع عليه وبعد كده شباب هبدأ اعمل حاليا كده هو بيقفل السيرفر بتاعي او الوينبوز بتاعي حبيت هرجع له تاني هبدأ ان انا اخش على مرة اخرى وبعد كده هعمل وابدأ اعمل بالشكل ده شباب خلاص كده هو بدأ يفتح معي الويندوز وانا مش محتاج منه اي حاجة تاني هقفل للصفحة خلاص وابدأ انسف اللي هو ده شباب هبدأ اعمل له كوبي وايجي هنا افتح برنامج ريموت ديسك توب بتاعي واعمل له بسك وبعد كده هعمل شو وابدأ اغير ده بالباسورد اللي انا عملته وبعد كده هدوس على وابدأ اكتب كلمة السريل بتاعتي وادوس على تمام كده شباب الويندوز اشتغل معي بكل سهولة هبدأ بعد كده ان انا انزل متصفح الجوجل كروم انا هنا عندي متصفح الجوجل كروم نحمله على الجهاز هبدأ اعمله كوبي واجي على وابدأ اعمله بسط هنبدأ حاليا ان احنا نفتح متصفح الجوجل كروم ونعمل اختبار لصورة الارد بي ونشوف اليوتيوب هيكون عامل معانا ايه هبدأ في تمسيب المتصفح تمام كده يا شباب زي ما انت شايفين والله كده بيعمل بنج على سرعة الانترنت الكويسة وزي ما انت شايفين حاجة محترمة هنبدأ بعد كده انا نقش على موقع اليوتيوب وهنبدأ نعمل تست لي البي بي اس زي ما انت شايفين الجهاز خفيف معانا وشغال بدون اي مشاكل تقدر ان انت تشغل عليه اليوتيوب تقدر ان انت تحمل عليه ملفات وترفع ملفات بكل سهولة زي ما انت شايفين يا شباب اليوتيوب شغال بدون تقطيع وبدون اي مشاكل حاجة ما شاء الله سيرفر كويس لو حبيته ان احنا نشرح ازاي تفتح السيرفر ده على الموبايل وتقدر ان انت تشاهد فيديوهات على اليوتيوب بدون اي مشاكل وبدون ما يأثر على سرعة الانترنت بتاعتك اكتبوا لي في التعليقات وما تنسوش لو الفيديو عجبكو تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل جديد ويرب الجميع يكون استفادوا ما تنسونيش بالتعليق الجميل والدعوة الحلوة ونتقابل في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته